بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق وإمام النبيين الرحمة المهداه والنعمة المزداه والسراج المنير صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ربانية نورانية تسري في أكسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم ما أحلى الحوار في الجوار حينما يكون الحوار في السيرة العطرة لسيدنا رسول الله والعطرة حينما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لأيام ربكم نفحات فتعرضوا إليها فجعل البركة في الزمان وجعل البركة في الوقت والأوان وإذا كانت بركة الزمان في نفحات الأيام فإن أيضا للمكان بركة وما أعظم أن تكون بركة المكان في جوار الحبيب المصطفى وما أعظم أن تكون بركة المكان في أنفاس شيخان العظيم رحمه الله وأسكنه الآن فسيح جناتي مولانا الشيخ الشعراوي هنا عاش رطحا من الزمان تبارك المكان بأنفاسه الطيبة الكريمة وبسيرته العطرة وبدعوته إلى الله الخالصة المخلصة وحينما كان وصل موصول أذكر عنه أنه حينما كان في المملكة العربية السعودية وفي أرض الحجاز وقدر له أن يعود إلى مصر فذهب ليودع الحبيب المصطفى في مقامه الشريف وما هو بوداع لأن أمثال مولانا فضيلة الشيخ الشعراوي كان لا يبارح ولا يغادر الحبيب ليس في ذاكرته وليس في قلبي ولكن في كليته فجلس يبكي في المقام الشريف حينما يودع الحبيب حبيبه وأخذه النعاس برهة من الزمان فوجد سيدنا رسول الله يناديه ويناديه ويقول له إن لنا بابا في مصر هو باب الحسين من هنا حينما جاء مولانا من الحجاز جاء ليقطن في هذا المكان بجوار باب سيدنا رسول الله أن لنا بابا ولعالم البرزخ أحوال ونواميس ولعالم البرزخ أسرار وهو من العلم المكنون ومن العلم المكنون أن في البرزخ نواميس تختلف عن نواميس الحياة التي نعيش فيها ففي عالم البرزخ تلتقي الأرواح لأن الروح تصعد إلى بريئها النفس تموت كل نفس زائقة الموت إنما الروح تصعد إلى بريئها لتعيش في برزخها وكما أن العالم الذي نعيش فيه فيه ملوك ورؤساء لهم أحوال في تصريف شؤون العباد والبلاد ففي عالم البرزخ أيضا أولياء وعارفين ولهم أحوال أيضا في تصريف شؤون العباد والبلاد وهم من أهل الخاصة لهم مع الله حال ولهم مع الأرباب والموردين والأبناء حال ولهم مع الأحباب حال آخر والروح في برزخها على قدر مقامها تخرج وقت ما شاء إلى المكان الذي تشاء بالعدد الذي تشاء وإن شئتم فارجعوا إلى سيدنا رسول الله ونحن جميعا وكل أولياء الله الصالحين على قدم سيدنا رسول الله ما من منكم أحدا يسلم عليه إلا وأرد عليه السلام بمنطق الأشياء والأعداد كم من الملايين يصلون على سيدنا رسول الله حينما يكون هنا زهر يكون هناك عصر يكون هناك مغرب فجر في مكان آخر والأذان يؤذن والكل يصلي على سيدنا رسول الله والملايين تصلي خلف من يصلي على الأذان فبين الأذان والإقامة ليس متسع ولا وقت والرسول يرد على كل هؤلاء في كل لحظة وفي كل مكان إذن نوميس البرزخ ليست كنوميس الحياة التي نعيش فيها فالروح تخرج كيفما تشاء في الوقت الذي تشاء بالعدد الذي على قدر صلاحها ومقامها عند بارئها وخالقها ومقدرها إذن فهنا يسكن سيدنا رسول الله وهناك يسكن سيدنا رسول الله وفي كل أرجاء الدنيا وفي كل أرجاء العالم يسكن سيدنا رسول الله وتعرض عليه أعمالنا فإن وجد فيها خير حمد الله وهذا كما قال وأخبرنا وإن وجد غير ذلك غفر الله واستغفر لنا وطلب من المولى عذ وجل التجاوز وجعل عظمته وقدره أن اتدخر شفاعته للعصاء من أمته أما الطائعين فقد اختصهم سيدنا رسول الله بشفاعة على شفاعته فللطائع أن يشفع في أهله وأحبابه وأخلائه وهذا هو المدد الموصول فإذا كان للزمان مدد وللزمان نفحة فللمكان مدد وللمكان نفحة وهناك دعا ذكرية ربه إذن حينما تجتمع بركة الزمان وبركة المكان ثم تتوج البركتين بركة الإنسان فيجلس الصالحين على مائدة ذكر الحبيب المصطفى وفي جوار العطرة التي تركها لنا حبيبنا لكي تحفظ هذه الأمة هذه نفحة من نفحات الإمام الحسين وحينما نعيش في مولد الإمام الحسين وحينما نعيش هذه الذكرى الطيبة الطاهرة إنما نتذكر الكلمة فهو من أرباب الكلمة ومن أصحاب الكلمة وهو أول من أعلن أن الكلمة مسؤولية وظهر قد روحاه الشريفة من أجل كلمة قيل له يا ابن رسول الله قلها وعصم دماء المسلمين واخرج وكانت في البيعة فقال وما البيعة إلا كلمة أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة ودخول النار على كلمة وقضاء الله هو الكلمة الكلمة لو تعرف حرمة زاد مزخور الكلمة نور وبعض الكلمات قبور وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري الكلمة فرقان بين نبي وبغي الكلمة نور ودليل تدفعه الأمة عيسى ما كان سوى كلمة أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم الكلمة زلزلة الظالم الكلمة حصن الحرية الكلمة مسؤولية إن الرجل هو الكلمة وشرف الله هو الكلمة فوضع الكلمة في وزنها الحقيقي لأن الكلمة كما علمنا القرآن الكريم خلق من خلق الله تعيش، تولد، تحيا، تموت وتبعث بأمر الله وهل يكب الناس على وجههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ مسؤولية الكلمة وللكلمة أحياناً يصعب بها الإنسان إلى سابع سماء وأحياناً تخفز به الأرض إلى أدنى الأراضين هذه هي مسؤولية الكلمة كما أردها المولى عز وجل وكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها سابت وفرعها في السماء تؤتي أقولها كل حين بإذن ربها إذن حينما تأتي الكلمة بإذن ربها تنشر السلام والوآم لكن أي كلمة هذه التي تخرج بإذن ربها كلمة تكون بين الواصل والموصول تكون بمدد من البولى عز وجل لا نريد منها سمعة أو رياء إنما كلمة تقال لله وفي الله وبالله وطالما أن الكلمة تولد فلها رحم تعيش فيه حتى تولد ورحم الكلمة إما العقل فتأتي متفقة مع المنطق وإما القلب فتأتي الكلمة مفعومة بالأحاسيس والمشاعر أو مفعمة بالأحاسيس والمشاعر وإما الروح فتأتي الكلمة قريبة العهد من الله وحينما تأتي الكلمة ممزوجة من العقل والقلب والروح تكون لها تأثير السعر وإن للبيان لسعر وسحر الكلمة في صدقها وفي إخلاصها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه معذرة فحينما نتكلم عن الكلمة في حضرة مولانا الإمام الحسين فهو الذي قال الكلمة نور وبعض الكلمات قبور عيسى كلمة علمها للصياطين فنشرها في ربوع الأرض فكانت المحبة والسلام والوئام هذا هو مولانا الإمام الحسين الذي عظم قدر الكلمة فاستشهد من أجل الكلمة وأصبح سيد شهداء شباب أهل الجنة فداك أبي وأمي يا حبيبي يا رسول الله أنت وعطرتك الجميلة في هذه السيرة العطرة في هذه الليلة المباركة العطرة في جوار الصالحين الذين أستحي أن أتكلم في مقامهم وعلى رأسهم أستاذنا وتاج رأسنا الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري اسمح لي أن أولا أسجل شكري لتلبيتك هذه الدعوة ثانيا أقسم لك أننا نحبك في الله أن هذا المقام الشريف الذي نجلس فيه الآن أؤكد لكم أن الروح الشريف الطاهرة لأولياء الله الصالحين وعلى رصام مولانا سيدنا الحسين ثم يأتي بعد ذلك مولانا الشيخ الشعراوي وهو يحضرنا الآن ثم يأتي بعد ذلك وعلى رأس الجميع الروح الشريف الطاهرة المطهرة المبجلة الوصولة الموصلة روح سيدنا رسول الله لأنه مجلس يذكر فيها الحبيب المصطفى فهو يلبي هذا المجلس وروحه الشريف الطاهرة تلبي هذا النداء وتسعد بهذه الأرواح الطيبة التي لم تجمعها إلا محبة سيدنا رسول الله ولم تجتمع إلا على كلمة سواء أستاذي الشيخ أسامة الأزهري سنكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم نحن من آثار طيبة جاء بها مولانا الشيخ الشعراوي فربى في أولاده ومريديه مدارس فكرية عظيمة مدارس فكرية لا تعمل إلا بما علمت وما علمت إلا وأخلصت في عملها وعلمنا أن العمل بالكيف وليس بالكم وأن الوصل إلى الله له معارج بعدد أنفاس القلائق لكن سبحان من يصل إلى خالق وبارئه بقدر إخلاصه وطاعته أن ليس الإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم نجزيه الجزاء الأوفى فالجزاء لمن يعمل لكن الأوفى لمن أخلص في العمل كلهم طوقين لسماعك ولنفحاتك الطيبة ولبركاتك الجميلة التي كلما جلسنا معك شعرنا بالزمأ منك إليك فهذا والله علم منفوح وهذا العلم المنفوح لا تشبع منها النفس البشرية إذا صالوا حق ولا ترتوي منها الروح مهما زمؤت فهذه نموذج من هذه النمازج ولا يزكي على الله أحد لكن دعونا نعرج على أستاذنا الدكتور أسامة الأزهري نفعنا الله بعلمي وبنفحاتي قبل أن أختم أحب أن أوضح أمرا هاما وهو أمر النظرة وأمر النظرة يغيب عن كثير من الناس إذا كانت نظرة الحاقد تدر قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا أقب ومن شر النفسات في العقد طب نظرة الصالح فحينما ننظر إلى الصالحين وننظر الصالحين إلينا نظرات حب ووئام والله العظيم تمنع الطاقة الإيمانية وتتألق فينا الوصل والوصال بالخالق البارئ ويحبها الله ورسوله اشتركوا في القناة